اشتركوا في القناة أهلا بكم في التواصيل أصدر رئيس تركي رجب طيب أردوغان مرسوما رئاسيا بعزل محافظ البنك المركزي مراد جيتنقايا وفي أول تصريح له بعد تعيينه قال أويصال أنه سيواصل تطبيق جميع أدوات السياسة المالية التي تسعى لتأمين استقرار الأسعار في تركيا قرار غير مسبوق اتخذه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي التركي وتعين معاونه مراد أويصال بدلا عنه في خطوة توضح بأن أهم مؤسسة ماليات مستقلة في تركيا لم تعد كذلك أبرز الخلافات بين الرئيس التركي والبنك المركزي كانت ولا تزال أسعار الفائدة التي رفعها المركزية العام الماضي من 18 إلى 24% في خطوة تهدف إلى دعم سعر الليرة التركية والتقليل من التضخم فيما يطالب الرئيس التركي على الدوام تخفيض قيمة الفائدة من أجل دعم الاستثمار وتقليل تكلفة القروض دعما للنمو الاقتصادي الرئيس التركي ولمدة طويلة يحاول أن يغير من سياسة البنك بخصوص الفائدة وانتقاد كثيرا رفعها وطالب مرات عديدة باتخاف خطوات لتخفيض قيمتها لكن البنك المركزي جهة مستقلة والتدخل بقراراته والتغيرات الأخيرة أمر سلبي وسيتعرض للانتقادات وزارة الخزانة والمالية التركية كانت قد أعلنت في وقت سابق نيتها سحب 46 مليار ليرة تركية ثم من الاحتياطي النقدي للبنك المركزي لدعم ميزانية الدولة وتحريك السوق التركية وهي خطوة عرضها المركزي خوفا من الإضرار بقدرته على تجاوز أزمات قد يتعرض لها الاقتصاد التركي الاقتصاد الذي أكد وزير المالية التركي أنه سيتعافى في وقت قريب من الآن فصاعدا تركيا ستربح الأموال بشكل مستمر مثل ما خططنا وليس مثل الآليات القديمة والاعتماد على البرصة وانخفاضها وارتفاعها هذه أصبحت من الماضي بتماسكنا المستمر سوف نحقق الربح لتركيا وتشكل الأزمة الأخيرة بين واشنطن وأنقرة حول شراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسي S-400 هاجزا كبيرا للأسواق التركية خصوصا مع تلويح الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا حال مضيها بإتمام هذه الصفقة يرى مختصون أن إقالة مراجد تينكايا محافظ البنك المركزي تأتي من أجل إصدار قرار يفضي بالتخفيض قيمة الفائدة قبل اجتماع مهم لمسؤولي البنك المركزي نهاية هذا الشهر لمناقشة هذا الموضوع لكن خطوة كهذه قد تثير المخاوف حول استقلالية قرار البنك المركزي الأمر الذي قد يبعد المستثمرين الأجانب عن الأسواق التركية مصطفى القطان قناة الغد إسطنبول موسيقى 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 ومن عمان ينضم إلينا المحلل الالتصادي مازان أرشيد مرحبا بكامنا سيد مازان عبر شاشة الغد ما توضح هذه الخطوة عن استقلالية البنك المركزي التركي ومسار السياسة النقدية لتركيا في المدى المنظور هذه الخطوة تحديدا لم تأتي مفاجئة الحقيقة نحن نعرف على مدى السنتين الماضيتين كان هناك خلاف علني بين أردوغان والقيادة التركية من جهة وبين البنك المركزي من جهة أخرى بقيادة المحافظ طبعا نتيجة الاختلاف حول تخفيض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق لأول مرة من شوف التضخم يرتفع بأكثر من 24% خلال العام الماضي تحديدا لكن رغم هذا الارتفاع كانت أيضا مناداء من قبل الحكومة التركية بتخفيض الفائدة طبعا هذا على عكس النظريات الاقتصادية كلما كان هناك ارتفاع في التضخم النظرية الاقتصادية تقول بأنه يجب رفع الفائدة حتى يتم تخفيض معدل التضخم لكن لاحظنا بأنه حتى قبل تراجع التضخم إلى مستويات قريبة من 15 نص حاليا كانت الحكومة بأردوغان كان يطالب البنك المركزي في تركيا بتخفيض الفائدة على عكس المفروض يكون هناك رفع الفائدة وليس تخفيضها تحديدا إذن على ما تبدو أسباب التغيير واضحة بالنظر لمؤشرات الاقتصاد في تركيا ومتى تعانيه الليرة التركية ولكن من يتحمل مسؤولية ما وصلت إليه الأمور سيد مازين؟ هل هو محافظة البنك المركزي؟ هل كان يتمتع باستقلالية؟ هذا جزء مهم الحقيقة لما شفنا عدم تحلي البنك المركزي باستقلالية مهمة مثل أي اقتصاد آخر في العالم هذه الصورة الضبابية كانت تحوم الشكوك لدى المستثمرين وتراجع الاستمار الأجنبي خصوصا في قطاعات مهمة بعد ارتفاع التضخم وتآكل القوة الشرائية لدى عدد كبير من الأفراد في تركيا لكن لاحظنا أن الخلاف زاد حدة كانت هناك وجهة نظر مختلفة من قبل المحافظ في البنك المركزي في تركيا كان هناك قلق بأن العقوبات الأمريكية الوشيكة في حال طبعا قامت تركيا بشراء منظومة الصواريخ الروسية قد تؤدي إلى المزيد من التراجع في قيمة الليرة التركية وهو ما جعل المحافظ يتريث في تخفيض الفائدة طبعا هذا كان عكس رأي أردوغان كان هو متسرع في عملية تخفيض الفائدة بغض النظر أن كان هناك عقوبات أمريكية أم لا وبالتالي هذا عجل من رحيل محافظة البنك المركزي وبالتالي يتحمل المسؤولية برأي الآن أردوغان لأنه في حال قام البنك المركزي بالمحافظة الجديدة بتخفيض الفائدة قد لا نرى تحسن في العملة التركية خصوصا في ظل عقوبات أمريكية اقتصادية وشيكة وبالتالي قد نرى المزيد من التراجعات مجددا إذن عدم تخفيض الفائدة كما كان يطلب أردوغان كان مبررا الآن مع تغيير المحافظ جديد للبنك المركزي التركي كيف تتوقع المسار الذي ستتبع بشأن أسعار ومعدلات الفائدة يعني مثل ما ذكرت صح أن هناك شق اقتصادي مهم تراجع التدخم يعني لاحظنا هناك صحيح أنه تراجع معدل التدخم من 24 إلى 15.5 حاليا وهذا يبرر تخفيض الفائدة نوعا ما لكن في نفس الوقت لا يبرر تخفيضها في ظل عقوبات اقتصادية قد تكون شديدة على الاقتصاد التركي وبالتالي هناك توقعات بأن العملة التركية قد لا تتماسك أمام هذه العقوبات وبالتالي الصورة غير واضحة صح أن هناك محافظ بنك مركزي جديد لدى تركيا لكن السياسة النقدية لا تبدو واضحة لغالبية المستثمرين وهو ما يضع المزيد من علامات الاستفهام فيما يتعلق باستقلالية هذا البنك في ظل وجود ضغوط حكومية على هذا البنك وقراراته تحديدا ما تضيف هذه العلامات الاستفهام أو التحديات أمام الاقتصاد التركي أو من تحديات أمام الاقتصاد التركي يعني مثل ما ذكرنا هناك تراجع في معدلات التضخم ولكن الفائدة لا تزال مرتفعة كلما كانت معدلات الفائدة مرتفعة كلما أدى إلى حدوث انكماش وهذا هو الواقع الحقيقة خلال الربع الأول والربع الثاني من العام الحالي لاحظنا هناك انكماش اقتصادي في تركيا بالرغم من تحسن العائدات السياحية وتحسن الصادرات ولكن أليس ذلك مخالفا للنظرية الاقتصادية سيد مازن يفترض أن أسعار الفائدة المرتفعة تجذب برؤوس أموال واستثمارات وما إلى ذلك كلما كان هناك ارتفاع في الفائدة يعني ذلك ارتفاع تكاليف الاستثمار تكاليف الاقتراض ونحن نعرف أن الكثير من المصانع والشركات التي تريد الاستثمار في أي بلد من البلاد لما تكون الفائدة مرتفعة معناته تكاليف الاستثمار مرتفعة تكاليف إنشاء مصنع والاقتراض من بنوك عاملة في هذا البلد مثل تركيا سوف تكون مرتفعة وبالتالي لا يفضل أن الاستثمار في بلد تكون الفائدة مرتفعة في نفس الوقت ذات معدل تضخم مرتفع لأن هذا يؤدي أيضا إلى تآكل القوة الشرائية لدى المواطن التركي في هذه الحالة وبالتالي توقعات بأن هذا الاستثمار قد لا يؤتي ثماره في ظل تراجع الاستهلاق والقوة الشرائية لدى المواطن التركي وبالتالي النظرية الاقتصادية هناك توازن بين من يؤيد بقاء هذه الفوائد مرتفعة نوعا ما ومن يريد تخفيض هذه الفائدة كما هو الحال فيما تعلق بالرئيس أردوغان طبعا على حساب استقرار واستقلالية البنك على وجه التحديد شكرك جزيلة شكرا المحلل الاقتصادي مازلنا أرشيد كنت مانع برشاشة الغد من عمان شكرا لك متوصلنا معكم في السوق من قناة الغد في القاهرة وتتابعونا بعد الفاصل المركز المالي للمغرب يغير نظام الضرائب بعد انتقادات من الاتحاد الأوروبي ألامكم جديد أعلن مسؤولون أمريكيون العمل على تحديد موعد لإجراء محادثات تجارية رفعة المستوى مع الصين هذا الأسبوع وتأتي الجهود الرامية للإعداد لجولة جديدة من المحادثات بعد أسبوع من اجتمع الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني تشي جينبينغ في اليابان واتفاقهما على استئناف مفاوضاتهم المتعثرة وتعمل بكين وواشنطن على رفع رسوم على بضائع بقيمة 360 مليار دولار في التجارة البينية منذ العام الماضي جدد رئيس الأمريكيون دونالد ترامب دعوته لمجلس الاحتياطي الاتحدي لخفض أسعار الفائدة قائلا أن مثل هذه الخطوة ستعطي المزيد من الدعم للإقتصاد الأمريكي في تعليقات أدل بها للصحفيين خارج البيت الأبيض أشهد ترامب أيضا بانخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.7% كما انتقد ترامب مرارا البنك المركزي لزيادته أسعار الفائدة ووجه معظم انتقاداته إلى رئيس مجلس الاحتياطي جيرون باول الذي كان قد رشحه لهذا المنصب نبقى في الولايات المتحدة حيث ارتفت عوائد سندات الخزانة عقب صدور تقرير الوظاف الشهرية الذي سجل بيانات أعلى من التوقعات أضاف اقتصاد الولايات المتحدة 224 ألف وظيفة خلال يونيو بينما توقع محللون إضافة 170 ألفا وزاد عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 2% بينما ارتفع عائد سندات لأجل عامين إلى 1.9% ذكر الرئيس التنفيذي لمدينة الضار البيضاء المالية مركز المال والأعمال في المغرب أنه سيتم تغيير نظام الضرائب بالمملكة بداية من العام 2020 وقال سعيد الإبراهيم أنه سيتم فرض ضرائب على أنشطة التصدير للشركات مماثلة للمفروضة على أنشطتها المحلية بداية من العام 2020 وأوضح أن ذلك بعد ضغوط من الاتحاد الأوروبي لتعديل الحوافز الضربية لتلك الشركات كما قلل الإبراهيم من تأثير القرار على الميزة التنافسية للدار البيضاء باعتبارها مركزا ماليا في المغرب ولمزيد من المتابعين ضبولين من العاصمة المغربية الرباطة المحللة الأقصدية إدريس العيساوي مرحبا بك أمنا سيدة إدريس عبر شاشة الغد تغيير مرتقب في نظام الضرائب في المملكة أو في الضار البيضاء تحديدا مع بداية العام 2020 طبيعة الأسباب أو طبيعة الضغوط من الاتحاد الأوروبي كيف كانت؟ هي في الواقع هذه الضغوط جاءت متزامنة مع انعقاد المناظرة الوطنية الثالثة للضرائب وهي الثالثة من نوعها التي يعقدها المغرب من أجل مراجعة النظام الضريبي في مجمله أنه يشكوه من مجموعة من المشاكل فيما يتعلق بالعلاقة مع الاتحاد الأوروبي كان اللجنة الأوروبية وجهت تنبيها للمغرب فيما يتعلق بفرض مجموعة من ضرائب منخفضة القيمة في المناطق مثلا في منطقة الدار البيضاء كسوق مالي أو حتى بالنسبة للشركات الموجودة في المناطق الحرة فاعتبرت الاتحاد الأوروبي بأن هذا النظام الضريبي اللي هو نوع من التحفيز الذي منحوه المغرب لهذه الشركات ولمن أراد أن يستمر في المغرب اعتبروه بأنه منافسة غير شريفة سيما وأن الشركات الأخرى في الأسواق المنافسة للمغرب الآن له علاقة شراكة مع الاتحاد الأوروبي تربيطه بشكل استراتيجي فبالتالي كان نفس الانتقاد وجهها لتونس وجهها للمجموعة من الدول التي اعتبروها بأنه نوع من يعني ما يسمى بفضاءات للضريبة المنخفضة جدا وحاول الاتحاد الأوروبي أن يقف فيها ووقف بشكل صارم فيما يتعلق هذه المسألة إذن برائب تعني أعباء جديدة ستفرض تكليف انتاج ستكون مرتفعة على الشركات كيف ستأثر نشاط التصدير في المغرب كيف ستتأثر الشركات خليني أشرح مسألة بسيطة جدا هما الاتحاد الأوروبي يتحدث ليس على طبيعة الضرائب المفروضة على الشركات بل يتحدث عن نسبتها فبنسبة الشركات المستمرة في هذه المجالات كانت لا تتعدى 8% في حين أن الشركات المغربية قد يصلوا مستوى تضريبها إلى أكثر من 30% فبالتالي الآن ما اعتمده المغرب هو نوع من التدرج في هذا السلم على مستوى الضرائب ورفع هذه القيمة حتى تصير الشركات الأجنبية تؤدي نوعا ما جزءا من يعني عادلا أكثر بالنسبة للشركات المغربية لكن لا ننسى على أن هذه الشركات تستفيدوا ولذلك سعيد الإبراهيمي قلل من قيمة هذا الإجراء وقال بأنه كيف ستستفيد هذه الشركات نظرا لأن المغرب ستستفيد أولا من مجموعة من التحفيزات على مستوى الاستثمار في حد ذاته حيث أنه كل منتجاتها وكل أعمالها لا تخضع لضرائب أخرى ضريبة واحدة ثانيا هناك كذلك أنه تعطى لهم امتيازات فيما يتعلق إنشاء المنشآت التي ينتجونها من خلالها هناك كذلك امتيازات على مستوى الضريبة على الدخل بالنسبة للأفراد الذين يشتغلون في كازا فينس سيتي بالتالي هذا كان إجراء تم اتخاذهم من قبل فإذا جمعنا كل هذه الامتيازات نجد بأن هذه الشركات لن تتضرع كثيرا ولن تتضرحت تنافسيتها بالنسبة لما سينتج على الأرض المغربية إذن تتحدث عن مزايا ربما ستكون أيضا لمدينة الضريبة كمركز مالي فعلا هناك مزايا كثيرة تمنح لهذه الشركات خصوصا أن الشركة الدار البيضاء المالية لها عقار كبير جدا تضعه رهنة إشارة الشركات التي تريد أن تستمر فإذا خلطت في هذه المؤسسة تكون لها الأفضلية في الولوج إلى هذه التسهيلات والتي سيتيسر لها الاستثمار وكذلك المحافظة على تنفسيتها وضحت أشكرك جزيلا شكرا المحلل للإقصادية دريس العيساوي كنت من عبر شاشة الغد من الرجل شكرا لك أعلا الصندوق النقد الدولي إنهاء هو المراجعة الرابعة للأداء الإقصادية للأرجنتين ومن المنتظر أن يصرف شريحة بقيمة 5 مليارات و400 مليون دولار إلى الحكومة ووقعت حكومة الأرجنتين انتفاق تمويل بقيمة 57 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي العام الماضي يتضمن تخفيضات في الانفاق العام وتقول الحكومة أن أفاق ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية تتحسن متوقعة أن ينهي التضخم العام عند مستوى أقل من 40% وبلغ معدل التضخم على مدار 12 شهرا حتى نهاية مايو بلغ نحو 57% قال محافظ بنك انجلترا المركزي مارك كارني أن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق يمثل خطرا كبيرا على اقتصاد بلاده مفضلا أن تكون هناك فترة انتقالية تسمح لبلاده بالتكيف خارج الاتحاد وأكد كارني أن نظام المالي جهز لخروج المملكة المتحدة دون اتفاق موضحا أن المركزي يمتلك الأدوات لتعديل السياسة النقدية سواء برفع أو خفض الفائدة حسب المقتضيات كان المركزي قد حذر مرارا من الأثار الاقتصادية للخروج البريطاني من الاتحاد من دون اتفاق هنا تنتهي جولتنا في السوق لهذا اليوم قدمناها لكم من قناة الغد في القاهرة وتابعتم فيها إقالة محافظ البنك المركزية التركي وتعيين نائبه خلفا له الولايات المتحدة والصين تخططان لإجراء محادثات تجارية هذا الأسبوع شكرا لكم مشاهدين على طيب المتابعة ودومتم دوما في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة